قام عدد من ممثل القنصليات العسكرية لسفارات دول أجنبية وعربية بجولة في محافظة شمال سيناء للطلاع على جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين شاملت الجولة زيارة للجرحة والمصابين بمستشفى العريش العام والذين استقبلتهم مصر منذ بداية الأزمة وأشهد الوفد بالجهود المصرية المبذولة في تجهيز كل هذه المساعدات الإنسانية فضلا عن الدور السياسي والإقليمي لمصر في حل هذه الأزمة هبطت هذه الطائرة العسكرية في مطار العريش الدولي والتي تحمل عددا من ممثل القنصليات العسكرية لسفارات دول أجنبية وعربية في جولة بمحافظة شمال سيناء للاطلاع على جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكان في استقبالهم محافظ شمال سيناء وقائد الجيش الثاني الميداني وعدد من المسؤولين حيث شملت الجولة زيارة تفقدية لشاحنات المساعدات الإنسانية أمام بوابة معبر رفح البري التي لم تغلق يوما واحدا وأيضا الاطلاع على جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب وتنمية سيناء والوقوف بجانب الدولة في تقديم كل أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال هذا المعبر بالإضافة لزيارة داخل مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري حيث أشاد الوفد بالجهود المصرية المبذولة في تجهيز كل هذه المساعدات الإنسانية فضلا عن الدور السياسي والإقليمي لمصر في حل هذه الأزمة إنها لفرصة عظيمة أن نتواجد هنا وسط هؤلاء من يعملون بكل جد خلال 24 ساعة في كل يوم في الإسفوع وهو مقدر جدا من جانبنا وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب قريبا وأن يعود الناس لحياتهم الطبيعية وليس هنا فقط ولكن أيضا في المنطقة بأكملها مثل اليمن والسودان مصر من أكبر دول المنطقة ونحن فخورون بخدمتنا هنا وبالطبع هذا يعود للقيادة الرشيدة لديكم على الجميع أن يجلسوا معا لتفاوض من أجل السلام فالسلام هو الأهم للجميع سعداء بهذه الزيارة لعدد من الملحقين الدبلوماسيين للسفارات في مصر المدنيين والعسكريين ذهبنا للمطار والمعبر وهنا في المخزن اللوجستي ومن المهم لنا أن نفهم ونرى ومن الجيد أننا رأينا هذه المجهودات كلها ونتمنى أن تحل المشاكل القائمة حتى الآن وقد رأينا حجم شاحنات المصطفى على مدار الطريق ورأينا ما تمر به من مراحل الإكس ري والتفتيش لذلك من المهم الضغط من أجل دخول هذه المساعدات في أقرب وقت أعتقد أن كل الدول تسعى لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الجولة شملت زيارة للجرحة والمصابين بمستشفى العريش العام والذين استقبلتهم مصر منذ بداية الأزمة واطلع الوفد على الجهود والخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لهم والتي أشاد بها المصابون الفلسطينيون مؤكدين على أن مصر لم تتركهم منذ اللحظة الأولى للتخفيف عن أوجاعهم فكانت عوناً وسنداً لأشقائها كنا مصابين عند الهلال عند مستشفى الهلال نزل علينا صاروخ في شهداء مننا وفي إصابات أنا ولادي والحمد لله روحنا على مستشفى ناصر الطب وقعدنا هناك عشرين يوم بعد هيك عدوا علينا اليهود نزلوا علينا وطلعونا وطلعنا بالليل وأجينا عملنا يعني تحويلة كانوا عامليني وأجينا على العريش على مصر على العريش والحمد لله شعب المصر حضرنا والحمد لله يعني ما قصروش معانا وبرك الله فيهم وجزاهم ربنا كل خير الحرب لما إيجا طبعاً دمرت كل حاجة بغزة بطل إلها حياة هناك ولما إيجينا على مصر طبعاً والله الحمد لله يعني يتقدم لها الرعاية كاملة 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 وقعد على الأكسجين وتمام وأنا عالفة لو في زراعة رئتين في مصر كان عملوها بس هي محتاجة بر أنا الصبت كانت 31 عشرة وحيط لقيت البت بنزل علينا ابنه وبنتي استشدوا والحمد لله على كل حال حسبنا الله أنت نعمى الوكيل فيهم ولادي راحوا وما ضلش معاً لهذا الصغير وعنينا لما وصلنا هنا ويجينا على أهل مصر وكلهم بركة وخير وطيبين كتير يعني والحمد لله زيارة هامة أكدت حرص مصر على تنصيق مهام وعمل الدول المختلفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولتكون مصر نافذة العدل التي ينطلق من خلالها كل المبادرات الداعمة لإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني وتأكيداً على قوة مصر العسكرية والسياسية في احتواء الأزمة ورفض مخطط التهجير والدفاع عن أمنها القومي منذ بطء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استقبلت محافظة شمال سيناء العديد من الوفود الدولية والإقليمية لمطالبة المجتمع الدولي بألا يبقى صامتاً أمام المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين ووسط كل هذه الأصوات يظل الصوت المصري هو الأقوى والأكبر بشواهد إنسانية وسياسية لدعمه للأشقاء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة محمود جميل التلفزيون المصري